بل بالنسبة للسيد الولي نشكروه جزيل الشكر ونشكره بزاف على المجهودات الجبارة اللي قام بها وعلى المساندة اللي كانت للفارق يعني وكان في أيام سابقين كان هو مور الفارق وكان يحب يفهم على المشاكل تالفارق في هذا كان كاين بعض التعطيلات كان كاين بعض سؤلفة من طرف الإدارة ولكن من طرف المناصرين ولكن في الأيام الآخرة هذه وين جلست معها بزاف بلك تدرنا ثلاثة ولا ربع اجتماعات فهمت بلي راه يحب الفارق تأهلي بورج بورج كما يحبوه كل مناصرين تأهل بورج وراوي ساند يعني في الفارق كمناصر بكل قوة نشكروه نتمنى وإن شاء الله تكمل هذه العلاقة الطيبة بين ولي الولاي ومناصرين الفارق ورئيس الفارق باش نمشيوا بالفارق تانا لأمام إن شاء الله اليوم كان عدنا اجتماع مع أعضاء الإدارة والاجتماع هذا كانوا عنده نقاط هو النقطة الأولى أني كنت حنقدم الاستقالة تاي والنقطة الثانية أننا كنا رح نقدم لهم لبيلون مورالي لبيلون فيزيك ويعني بعد الاجتماع كان فيه كلام بين أعضاء الإدارة اللي بالمناسبة نشكرهم كامل على الوقفة تاحهم لوقفها مع الفارق يعني سواء أعضاء الإدارة اللي حضروا معنا سواء أعضاء الإدارة اللي كانوا غايبين يعني مادام غابوا سيرموا يكون كان عندهم عذر تغياب بعد الإصرار تاحهم الإلحاح على عدم الاستقالة فهمناهم وشهما يعني الأسباب اللي خلونا يعني داحا قررنا باش نقررت باش نستقيل وبعد ما فهمتهم يعني السبب الرئيسي هو كان ليز أكسيون أني فهمتهم بالعام كامل وإحنا كنا يعني نمولوا في الفارق من أموالنا الخاصة وكان لازم نكونوا أكسيونير ماجوريتار في الفارق هذا باش يصلحونا المشاريع تواعنا في المستقبل بعد هذا يعني الأخذ والرد في الكلام أخذوا قرار كامل يعني كان بعض بعض أعضاء الشركة اللي تنزلوا لي على الأسهم تاحهم مباشرة ليا كي لبعض الآخر اللي اعطالي نصف من الأسهم تاحهم لينا وبهذا أصبحنا يعني ورجعنا لذات كي ما نقوله الديون اللي عندي هنا بالنسبة للفارق رجعتهم كامل أسهم بهذا أصبحت يعني أملك الأغلبية بقى تذك الفترة يعني هذه انتع العمل بين كما نقوله لكم طاب لولو نوتير يعني بين المحاسب والموثق اللي راح يقوموا بالإجراءات القانونية اللازمة باش يرجعونا بإذن الله أكسونير مجوريتير في شركة أهلي بوردبوري إن شاء الله نمور بيبن بالنسبة لمركز التكوين تكلمنا فيه مع سلطات المعنية والمسؤولين على الرياضة في ولاية بوردبوري وخرجنا ثاني بنتيجة أنه لازم نخصوله قطعة أرض على الأقل ربع قطارات والخمس قطارات باش يقدر يكون عندنا مركز التكوين على المقاييس العالمية إن شاء الله ويعني يطاولنا وعود باللي في الأقرب الحال في أقرب الأجال إن شاء الله راح يقوموا بتقديم قطعة أرض المناسبة للفارق يعني لازم لهم الوقت ليلقوه مثل القطعة الملائمة لهذا المشروع إن شاء الله بالنسبة للوضعية للفرق الشبانية الفرق الشبانية قانونيا هما رجعين للشركة وفي الموسم اللي فات يعني شركة نازلتها لهم للنادي الهاوي في الموسم هذا إن شاء الله راح نأخذوا إحنا الإجراءات اللازمة ورح نأخذوا إحنا الفرق الشبانية راح يكونوا تابعين للشركة إن شاء الله من كل أصناف من الإطراز حتى يعني الـ 21 راح يكونوا كامل تحت المسئولية على الشركة ورح نبدأوا في يعني اليركريتمون تاحهم ورح نبدأوا في دفع لليسونس تاحهم في أقرب وقت إن شاء الله بلك في بعد 20 يوم أو 25 يوم أول حاجة نديرها هم الفرق الشبانية اللي نوجدوهم ونوجدوهم الإصطاف تواحهم كامل المدربين تواحهم راح نسي ونجيبوا يعني مدرب من يعني اللي من فرنسا إن شاء الله اللي راح يكون يتكلف بثلاث فئات اللي العامة اللي Squadron مع المدربين تواحهم لي من الهم يعني من الولايات تعنا من الولايات بورت بورد إريج اللي راح يكون هو يشبوتيهم ويعطيهم يعني طريقة عامل ويشوف طرق العمل تواحهم ويتبادلوا الإعراء اللي عنده طريقة عامل صحيحة يطبقوها عكد شبان ورح ثاني يكونوا عندهم دي بريباراتور في زيك بور ليشن يعني سبيشيالما بور ليشن باش لحق الاجباشي باش يكون سينيور يكون فزيكم مغمبري وواجد باش يقدر يلعب مع الكبار يعني بالنسبة الانتذابات كما تكلمنا انتذابات اللاعبين هو امر اخر اللاعبين احنا فضلنا باش نخليهم يعني في السر حتى ان بعد ثلاث ايام ولا اربع ايام لرح يكون كامل تقديمتها كامل الفرقة اللي درنا لهم انتذابات بالنسبة للمدير الرياضي احنا استقدمنا يعني كريم دودان باش يكون يعني سند لنا ويعاوننا في المشروع الرياضيين تعنا ويكون نواقف مع الفارق تعنا يعني رياضيا مع المدربين مع اللاعبين اللي رح يكون وصل بين الادارة والفارق ويكون يعني يشوف المشاكل اللي كانين في وسط الفارق اللي لحقهم الادارة ويكون سند للفارق تعنا بالالكسبريونس تاو يعني اللي عقبها هو في الاندية اللي كان فيه منقبل عنده يعني اكسبريونس كبيرة اللي احنا يعني نظنوا بلي الكسبريونس هذه رح تساعدنا كثير في الموسم هذا ورح تخلينا نغنى نخدمه بأكثر ارياحية بالنسبة للمدرب مزلنا مخذينا حتى قرار مدرب عدنا يعني عدة مدربين اللي هما في الحسبان على غرار تزيري بيلال ولكن في هذا الـ 48 ساعة يعني اللي راه يقدم ان شاء الله راح نفصله في القرار هذا انتع المدرب لعل يكون في العلم سناء يعني مع اسم الشركة مزل ما نذكروهش كينا شركة يعني اللي راح تزيد تعاون الفارق سناء ماديا وراح يكون لها يعني معاونة كبيرة للفارق على الأقل أحد عاونه بـ 40% يعني من مصاريف اللي راح يصرفهم الفارق وبالطبع الشركة هذي مدام راح تعاون الفارق راح يكون عندها رأي معانا في الفارق يعني في خصوص الأمور الداخلية للفارق لأنه حب بش يكون فارق كبير بش يكون يعني فارق اللي يقدر ينافس كل فارق احنا عدنا يعني مشروع مشروع اللي راح حابين جسده هو تكوين اسس للفارق والفارق تعنا كما في علم الجامعة أن الفارق هذا كما نقوله احنا بيبي لازم بشوي الرب وهي يكبر ويروح ويوقف ويقول مثلا مع مرور الوقت ما نلعبوش تيتر سنا والعام الجاي نعودوا لعبو عطيحة حنا الهدف تعنا هو أنه الفارق تعنا يقوله سناه لعبالة تيتر العام جاي لعب الآن يعود لعبالة تيتر تكون كالاستمرارية مش الهدف منه أنك تدير فارق تدير به تيتر بك في عام من بعد العام الجاي خلاص قال خلاص وصوارد خلاص هذك يعود يروح الفارق ويعود لعب السوقوط سيبورصة احنا نركز بزاف على الشباب ركزوا بزاف على الفارق الشبانية والركز لماذا طويل يتكون عنده الاستمرارية اللي سننجيبو بهها قبل عام الجاي كما قلكن كلاسيو دوزيا ملاطر وزيا ما ينسي تسويت سناحنا راح نسعو بكل مجهوداتنا باش يكون عدنا فارق ليلعب على الأدوار الأولى ان شاء الله نوصلوا لهذا الهداف تاوعنا ليم سطرينهم كما الحمد لله الهداف اللي سطرناهم في العام السابق وصلنا ليهم لما لا نزيدوا نوصلوا الهداف تعناسنا ولكن على المناصر لازم يصبر لازم يفهم بلي هذه ماهيش ميسيون اللي يعطيناها الانسان رئيس فارق قال انه يا رئيس الفارق جيب لنا تيتر وروح تروح هنا كون تكلموا الكلام هذا السهل هذا من الأمر السهل باش رئيس فارق تقولوا جيب لنا تيتر وروح تروح جيب له شركة ولا عدة شركات اللي راح يعطيه له مع بعضهم انصوم درجون ليستيميوها باللي هي اللي تكفي على جال تيتر ويروح ينتدب يعني اللعبين اللي يكونوا قويين بزاف وبهذا اللعبين يستطيع العباتات الفاصيل ويخلصنا ميسيون والعامل جاي تحفي نفس المشكلة باركونط رحنا ركزنا على لعبين اللي قويين اللعبين اللي عندهم مستوى عالي ولاعبين شبان اللي راح نستفادوا منهم السنة والعامل جاي وليمالالي مدد ثلث سنين ولا ربع سنين مع التكوين يكونوا ديجا صعدوا أجيال أخرى تواعنا من ولاية بورت بوري ريج ومن ولاية أخرى نستقدموا اللعبين وين نلقوا آنطانو وين نلقوا اللاعب لعندوا موهبة في كرة القادم راح نجيبوه في أي عمر من ثلاثة سنة حتى الواحدة وعشرين سنة ونستفادوا منهم سوى سنة سوى في الأعوام المقبلة إن شاء الله هو الهدف الأول يعني مدام تهنينا من المشكلة هذا تعليز أكسي وعني أصبحنا أكسيونير مجوريتر في الشركة هنا راح تسهلنا معظم العمليات لأنه ذوك الأكسيونير مجوريتر قرارات تتأخذ يعني سوى معالي سبونسور سوى في كل حاجة كل حاجة تسهل بهذه العملية اللي قمنا بها اليوم إن شاء الله هو يعني من الأولويات تعنا وهذا شي طبيعي عند أي رئيس فريق يعني وعند أي مسؤول هو اللعبين السابقين اللي كانوا معنا هذه من أولويات تعنا أنا لازم نتفاهموا معهم منذك مدام قررنا الرجوع منذك نتصلوا باللعبين اللي كانوا معنا ونطرحوا عليهم واشراف الفريق وشوهما وشوهما يعني الأهداف تع رئيس الفريق ونتشوروا معهم كامل يعني لعب لعب واللعب لي روح يعني نحطوه في أحسن الظروف باش يروح واللعب لي يقعد معنا نحطوه في أحسن الظروف لأنهم كانوا معنا رجال وعقبوا معنا موسم رجولي وإحنا ناس ما ننكروش الخير وليوقفوا معنا رجال نوقفوا معهم رجال حتى الآخر دقيقة نعتذروا منهم على التأخر هذا يعني لما تكلمناش فيهم في الأيام السابقة لأنهم كل الشركة كانت في يعني في مشاكل له وفي أخذ جر ولكن أنا كانت عندي ثقة كبيرة فيهم وكان على بالي بلي هما عندهم ثقة في يوم يتأخذوش حتى قرار ليضر الشركة ولا ليضر الفريق قبل أن يتكلموا معي ونقول لهم أنا استقلت ولا ما استقلتش والآن مدام هزيت القرار بلي يعني مزال ما استقلتش أول إنسان اللي يتسمى من الأوائل اللي رح يسمعه هما مناصرين وليت أهلي بورج بوري ريج اللي هما أعز الأشخاص لنا نحن ولي هما لجلهم يعني قمنا بهذا الساكري في السكامل والثاني اللعبين اللي كانوا معنا ثاني لأنه الموسم السابق اللي ضمننا فيه المانتيان كان يعني بمشاركة كل أنصار وليت بورج بوري ريج كي نقولوا الولاية إحنا ماذا بنا يكونوا يعني معظم البلديات والدوائر كي تقولوا بلديات والدوائر نتكلموا على سيدين بارك نتكلموا على يشير نتكلموا على الجعفر على المين هذا كل بلديات نتمنى وثاني يزيدوا يتلفوا حول يلتفوا حول الفارق تانا باش يكونوا لدينا جمهور كبير أكثر من الأهم اللي فات باش نمشوا بالفارق تانا الأحسن إن شاء الله